موسيقى أهلاً بالجمهور الكريم الحلقة الماضية ذكرنا نقطتين مهمتين وهي أولاً حروف العربية التي دونت بها أقدم المخطوطات العربية لا تنتمي لمكة والمدينة كما هو مشاع النقطة الثانية وهي أن القرآن لم يكن محفوظاً في الصدور كما هو مشاع كذلك وقلنا عندما تغيب المعرفة بالمعايير العلمية تكتر الخرافة والأسطورة فيستغل بعض الاستغلاليين هذا الجهل فيبيعون الوهم وهذا ما رأيناه في الدعاء مسؤولي جامعة بيرمينغهام بامتلاكهم أقدم مخطوطة قرآنية في العالم واختمنا الحلقة بالقول أن أقدم مخطوطة في العالم بإجماع معظم المتخصصين في علم المخطوطات هي طرس أو طلس صنعاء تحت رقم علمي دي آ أم سفر واحد شرطة سبعة وعشرين نقطة واحد قبل الحديث عن هذه المخطوطة لما نقول كلمة طرس أو طلس نقصد بها رقعة جلدية أو مجموعة من الرقع كانت مكتوبة في عصر من العصور فمسح النص الأصلي لكتابة نص آخر وهو ما يسمى بالبالمسيست هذا النص الأصلي يمكن رؤيته بالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية في عجالة طرس صنعاء أو مجموعة كبيرة من المخطوطات القرآنية وجدت تحت سقف جامع الكبير بصنعاء سنة 1972 حين ترميم جزء من هذا السقف بعض الرقع من هذه المخطوطة تعرضت للسارقة دون معرفة قيمتها العلمية فقررت السلطات اليمنية ترميم وتحقيق هذه المخطوطات وكان القاضي إسماعيل بن الأكوع رئيس السابق للأرشيف الوطني هو المسؤول عليها أنادك فبحثوا عن أخصائيين في هذا المجال فاختير أستاذي جيرولد بوين للقيام بالمهمة فكان اكتشافا عظيما غير النظر السائدة في دراسات القرآن العديد من المشاهدين يتساءلون عن مخطوطة صنعاء دون أن يحددوا أي مخطوطة من مخطوطات صنعاء فأشهرها على الأقل خمس مجموعات أول مجموعة وهي دي آم سفر واحد شرطة خمسة وعشرين نقطة واحد بالخط المائل القديم أي الحجازي وهي من أقدم مخطوطات تضم صورة الفاتحة وهي نادرة جدا المجموعة الثانية دي آم سفر واحد شرطة تسعة وعشرين نقطة واحد هي كذلك بالخط المائل وتتميز بأنها نسخت بأكثر من ناسخ وهذا يعني أنهم كانوا مستعجلين في نسخ هذا المصحف المجموعة الثالثة هي دي آم سفر عشرين شرطة ثلاثة وثلاثين نقطة واحد بالخط الكوفي هذه المرة وتتميز بزخرفة تعود لعهد الوليد بن عبد الملك المتوفى سنة سبعمية وخمسطاشر تشبه تماما زخرفة المجد الكبير بدمشق المجموعة الرابعة دي آم سفر واحد شرطة اثنين وثلاثين نقطة واحد بالخط ما بين المائل والكوفي وتتميز بعدم الخضوع لترتيب الصور المعروفة في المصاحف وعلى سبيل المثال ينتقل الناسخ من نهاية صورة الشعراء لبداية صورة الصفات وأخيرا مجموعة التي نحن بصددها دي آم سفر واحد شرطة سبع عشرين نقطة واحد وهي كما قلنا الأقدم تحتوي على ثمانية وتلاثين أو ستة وتلاثين من أصل ثمانين رقعة جلدية لماذا هي الأقدم مخطوطة؟ ونقصد هنا النص السفلي وليس الظاهر أولا لأنه مكتوب بالخط المائل أقدم خط عربي ثانيا لا تخضع في بعض المواقع لنفس ترتيب الصور المعروفة مثل مجموعة الرابعة ثالثا لا يوجد فيها زخرفة رابعا قراءتها تختلف عن كل القراءة الرسمية الأربعة عشر وتختلف عن القراءات التي اعتبرت شادة مثل قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي الطالب التي ذكرتها بعض أمهات المراجع الإسلامية في القراءات المختلفة من كتاب المصاحف للسجستاني إلى معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب قامت الدكتورة إليزابيت بوين بدراسة هذه المجموعة وكتبت خمس مقالات عنها منشورة في المجلدات ما بين المجلد الثالث إلى السادس من مجلدات معهد إنارة بينت في هذه العبحات الاختلافات بينها وبين المصاحف الحالية وهي ملخصة في الزيادة والنقصة كما نشر الباحثين الإيرانيين بهنام صدغي من جامعة ستانفورد الأمريكية ومحسن جودرازي من جامعة هارفرد بحثا مشتركا بعنوان صنعاء وأصول القرآن طرح قراءة أكثر من عشرين رقع وهذا البحث أكد هذا الاختلاف وأهم نقطة استطعنا تلخيصها من هذا البحث هو ما أكدت عليه أمهات الكتب في القراءات المختلفة أن الحجاج بن يوسف التقافي غير بعض الكلمات في القرآن ككلمة شرعة في صورة المائدة الآية 48 انظر على سبيل المثال القراءات أو معجم القراءات المختلفة للخطيب الجزء الثاني الصفحة 2082 فكانت في الأصل شريعة وهذا ما وجدناه في هذه المجموعة في الرقعة فوليو بن هام في وسط السطر الرابع مما يدل أن هذه المخطوطة تعود لما قبل هذا العصر وبالتالي إثبات آخر على قدمها من المراجل الإسلامية نفسها نظراً لقدمها وأهمية هذا الاكتشاف سعى بعض الباحثين لدراستها وتقديم النصوص الموجود بها نظراً لاختلافه عن كل القراءات المعروفة سواء الرسمية أو حتى القراءات المختلفة التي تعتبر شادة ومن أكثر الدراسات جدلاً بين التأييد والرفض هي النتيجة التي توصلت إليها الباحثة التونسية الأستاذة أسماء الهيلالي والمقال بعنوان «Le palimpsis de san'a » et «La canonisation du courant » «Nouveau élément » أي «طرس san'a » وتقديس القرآن عناصر جديدة الأستاذة أسماء اعتمدت على مقطعين فقط من أصل 38 رقعة لتخرج بنتيجة مطيرة للإستغراب تقول أن الناسخ في الرقعة 5 وفي بداية سورة التوبة كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم ثم عاد الناسخ في السطر الموالي وكتب عبارة لا تقول بسم الله وأكمل سورة التوبة واستنتجت أن هذه المخطوطة هي تعليمية للطلاب وليست في الأصل مصحفاً معتمداً في ذلك العصر لأن عبارة لا تقول بسم الله تعلم الطلاب على أن البسملة لا تقال في بداية هذه الصورة مما يؤكد أن هناك مصحفاً آخر معتمد وهذه مجرد رقع للتعليم سوف نرى في الحلقة القادمة أين ارتكبت الأستاذ أسماء الهلالي خطأاً فادحاً في قراءة المخطوط وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر